الشكر موصول للواء أشرف عز العرب رئيس مصلحة سجون أو مساعد الوزير للسجون واللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والمعلومات واللواء الشامي يحيا مساعد الوزير لقطاع حول إنسان وكل ضباط قطاع السجون وقطاع الإعلام وقطاع الحول إنسان اللي كانوا متوجدين معنا النهاردة وشرحوا فتحونا السجون دخلنا شفنا العنابر شفنا الخدمات شفنا الأكل شفنا كله في النهاية خرجت بانطباع إنه السجن أو السجون المصرية اللي موجودة في الدراما والمسلسلات إنساها لازم تتغير روح وشوف السجون المصرية التانية الجديدة المستجد الموجود وعند عرض المساجين بتوعي قلناهم 114 ألف 800 مليون ده رقم بسيط جدا عرض السجون بتاعتنا عشان ما حد يشعر يتاجر يقولك كل يوم في مصر بيعمله سجون واقتصاد السيسي بيعمل سجون كل ده أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب وشائعات في شائعات في شائعات بقول تاني أنا عندي ستين سجن تركيا فيها حوالي 200 ولا 390 سجن أنا عندي عرض المساجين بتوعي في تركيا أضعف أضعفهم أنا ما عنديش مسجون سياسي واحد مصر لا يوجد فيها مسؤول مسجون سياسي واحد لا يوجد في مصر سجين رأي واحد كل الناس اللي بيتجرب فكرة أنا مسجون سياسي أو مسجون رأي أو مسجون عشان خطر أنا معارض فهو كاذب كذوب ومن يردد ذلك جاهل جهول لأن المتواجدين في السجون المصرية كل واحد فيهم عنده قضية وهذه القضية وفقا للقانون وفقا لما أقره القضاء لا علاقة لها لا بالرأي ولا بالمعارضة ولا بالسياسة بل تخطت هذه المرحلة إلى مرحلة عنف أو الانضمام إلى جماعة إرهابية أو ما شابه النهاردة عندي يوم 11 بعد يومين عندي حول إنسان في جينيف جايبين مصر بيعملوا مراجعة التقارير اللي رايحة من الجماعة المرتزقة بتحق الإنسان يتكلموا على السجون المصرية ويتكلم على التعذيب في السجون ويتكلم على ما فيش علاج طبي وفيه كذا وفيه كذا